اهلا بيكم مرة جديدة في الاهلي خط احمر وكالعادة الجدال التحكيمي لا ينتهي حتى لو تواجدت قراء خبراء التحكيم حتى لو تواجدت اللعبة ايا اختلفت المسابقة دايما بنحاول نوصل انا بتكلم هنا عن الاخر او المنافس فكرة ان النادي الاهلي بيستفيد باخطاء تحكيمية طبعا بيستمر خاد الغندور ومعاه عمر الدرديري في ممارسة الهواية المفضلة عندهم لكن احنا ايضا عندنا ردود دايما حضرة بالورقة والقلم نطلع ونشوف الفيديو جزاء بتاعت حسام حسن صناش الناشئين دي ومع الاسماعيلي دي واضحة انها مش ضربة جزاء اساسة ده اللعب رامى نفسه والولد ملمسوش اساسة يعني في فرق بعيد يعني يمكن شخطة سيد عب حفيز فرقت شوية لا هو مش شخطة سيد عب حفيز فقط لكن كمان مسباني من اتنين عملوا ضغوطه على الحكم فكان فيه ضغوطه على الحكم حتة المرعبة يعني عملوا حتة مرعبة كده بس انا زلت قوي من الحكم في اللي عمله ده يعني فعلا حاجة تزعر ويراج بقى في وصدر ان هو زميلي في الاهرام والله العظيم بص بقى المدرسة ايه واهم من كمان اللعبة التحكمية اللي حنجيب فيها قراء خبراء التحكم زي ما انتم متعودين معانا كالعاد النادي الاهلي عرضنالكو على مدار السنة ازاي كان بيتضرر عرضنالكو الموسم اللي فات ازاي بيقصر 15 نقطة والمنافس بيستفيد بـ 15 نقطة كل ده هنا ايه مش هتلاقي اي كلام عن فكرة ان النادي الاهلي بيضغط بياخد حقه الناس بتعترض فيه اي استجابة لا انت بتتظلم فسيب النادي الاهلي يتظلم ومحدش هي الكلام طب بدأت في لعبات مصيرية او لعبات هامة ومؤسرة في نتيجة الموارف دقيقة الاخيرة فبطولة مش هي الاهم هاه بتاقط حقك نسبيا وفي حجر بيرمى في الماء الراكد رغم ان ما نتمناش يكون ده تمويه ونرجع نلاقي نفس الاخطاء في الدوري او يكون ده بس الناس بتغسل ايديها كده في كاسر ربطة بس هنقول كويس حسنا فعل حكام انزل بقى على طول بفكرة كابتن سيد عبدالحفيز زعق للحكم مسماني هو اللي ضغط الاهلي بيرعب الحكام وابدأ خلي دايما الحكام يدخله في حتة لا انا جوه المباراة هحسب الخطأ مش مقتنع بيه حاجة عن نادي الاهلي ومحدش هيتكلم طول الوقت هم بيلعبوا معاك الجيم ده طول الوقت هو عايزك تتضرر تحكميا ومتسكتش ولو اتكلمت بشكل عادي جدا وبتاخد حقك هتلاقي اللي انت بتسمعه ده عجبني جدا فكرة الضغط على الحكم وعجبني ان الحكم صديق للأستاذ عمر الدرديري المتحدث الرسمي الأسبق لنادي الزمالك وبيتكلم عن فكرة ان السبب ده يمكن بسبب ضغط الكابتن سيد عبدالحفيز وضغط بيت سمو سماني بس انا عايز اقول لكم الكلام ده لو اساء لحد هيسيء لناس تانية كتير كانت بالفعل بتضغط باشكال اخرى ولكن حتى مع الحكم نفسه ومع اسم الحكم هيجرنا هل محمد الصباحي الضغط عليه في مباراة الزمالك وامبي اللي رفض يحتسب ركلتين جزاء صحيحتين لصالح نادي امبي مما دفع كابتن حلم طولان احد ابناء نادي الزمالك يقول يا جدعان يا ناس يا هو هو اللي منوش دهر يتضرب على بطنه هل ده كان نتيجة ضغط على محمد الصباحي محمد الصباحي اللي وقت ما كان الدوري اكول ومباراة هنا ومباراة هنا سفر وحكم واحتسب هدف لصالح نادي الزمالك واحنا كنا مشغولين في مباراة للنادي الاهلي كان استضمت بالعرضة ونزلت في منتصف ما بين خط المرمى والستة يرضى هتقول لي حامل راية هقولك اه حامل راية بس هي واضحة اصلا لأي حد موجود على ارض الملعب كان احتسب هدف لو لو جود تقنيه الفار قال لا الموضوع كده يبقى صعب قوي ما ينفعش كمان نحتسب هدف جاي يعني خارج ثلاثة يرضى بعيد عن خط المرمى فلو فيه ضغط وانت شايف ان ضغط بيقع على محمد الصباحي فده اعتقد هيجرنا الاخطاء التحكمية في سنة 2021 لمحمد الصباحي مع نادي الزمالك يا ترى مين اللي ضغط عليه ده رقم واحد رقم اثنين هو اصلا كابتن سيد كان بينفعل ليه كابتن سيد كان رايح للحكم يعترض ليه تعالوا نشوف الفرق الكبير الفار استدعاء على حجة انه ممكن بقى كارتة احمر تمام هو راح وشاف ما خدش كارتة احمر تمام وكمان ما فيش كارتة اصفر يعني ده هذه المشكلة شوف الفرق الكبير بين التقديرين بالضبط يا دكتور ليه انا في الاول قلت هنا المفروض دي سهل على الحكم تاني حاجة في الكرة دي الفار ادي له صورة مش واضحة مش واضحة بس هي واضحة للحكم اللي احنا شايفانها من الاول يبقى هنا فيه انذار تاني على البهر محمدي كان لازم يبقى فيه كارتة احمر دي لعبة تم احتسابها خطأ هو فعلا خطأ ممتاز ممتاز الصباح حسبه طبعا اعترضت الجزء الفنية طبعا بجمع الاحوال شيء طبيعي ممكن ان الحكم يخطأ بس مش مقبولة طبعا هنا طبعا ده هنا فيه تهور بالشكل ده كان لازم يبقى فيها انذار ده اللي اعترض عليها الجاز الفني بتاع النادي الاهلي الكرة دي كان لو اللعيب بتاع اسماعيل داخل بالستادز استادز بتاع الجازمة بتاع الحزاء جامد كانت هنا ممكن تبقى كارتة احمر وانا عارف اصدق تتكلم على مباراتي الاهلي والاسماعيل اه وانا بكل الشفافية قلت ان لو حد ظلم او فيه اخطاء تحكمية كانت ضد الاهلي فيه الانذار التاني اللي كان ممكن يتخذ الابهر المحمدي فيه الشوت الاول كان ممكن نادي الاسماعيلي يبقى ناقص لاعب وده عادي الاخطاء وكابتن حسام المدرب بيخطأ والمدرب واللاعب بيخطأ النادي اسماعيلي عمل شكوى شوف انا بقولك بكل الشفافية عمل شكوى ضد التحكيم هي غير مبررة على الاطلاع الحمد لله كابتن عصام عبد الفتاح ما راحش للجري زون ولا الجري اريا ولا راح لخمسين خمسين ولا راح لأي حاجة وبيشهد لصالح حق النادي الاهلي دي شهادة تاريخية من كابتن عصام عبد الفتاح يعني تقريبا كده ادنا نموذج اجنبي كابتن عصام عبد الفتاح في رئاسته للجنة الحكام في ربطة الاندية وبطولة ربطة الاندية نتمنى تستمر في الدوري لكن الاهم انه كان واضح جدا ليه كابتن سيد عبد الحفيز اعترض مش بس في اعتراض طرد مستحق لباهر محمدي برغم ان رئيس ناجل اسماعيلي يعني قال تصريحات كتيرة جدا الا انه اعترف ان الطرد ده مستحق وطرد سليم يعني المنافس نفسه اعترف ان الطرد ده سليم لكن كابتن سيد ما كانش اعتراضه في دي ده كان اعتراضه كمان في كرة فيها عنف تانية تستحق على الاقل انذار لم يحدث ان الحكم محمد الصباحي منح انذار هتقول الله انت جبت كل ده وبعدت ليه عن رقلة الجزاء لان شيء بديه جدا ان خبراء التحكيم يطلعوا ويقولوا رقلة جزاء النادي الاهلي امام اسماعيلي زي ما قال الكابتن سامير عثمان وزي ما قال الكابتن احمد الشناوي وفي اتفاق على ان رقلة جزاء النادي الاهلي امام اسماعيلي رقلة جزاء سليمة باستثناء السنائي كابتن خالغاندور والاستاذ عمر الدرديري اللي عايشين او بيصدروا نظرية المظلومية اوه كمان شيء بديه يفسر ليه كان فيه مفعال لان انت على مدار المباراة فيه لقطات زي دي فطبيعي انت مش منتظر كمان ان الجيلك رجل الجزاء مستحق بشهد الخبراء التحكيم وما تتحسبش كمان حيبقى الموضوع ربطة ودوري وكل البطولات طيب نروح كمان لان ما كانش ده بس الكلام عن النادي الاهلي لا ده فيه كلام اخر كان عن النادي الاهلي فيه ذات الصياق نطلع وتشوف ايه حاجة خالص خلص اه يعني فين الاعاقة حاجة حاجة انا مش افتها قل لي فين الاعاقة انا عايز اعرف والله ما بذا العاقة انا هما خبطو المحمد الحنيفي وقالو ان فيه شك في ضرب الجزاء. تمام؟ وطلع المحللين قال لك ضرب الجزاء بتاعت أوباما. بتاعت أوباما مش ضرب الجزاء. في عين محمد الحنفي. وبتاعت حسام حسن ضرب الجزاء. يعني شوف اللي اتنين. اللي اعاقة واضحة هنا. اصل الزماج بيتكلم على المظلومية. يعني حاجة غريبة او بيقلبوا القاية. يعني حاجة انت بتقلب بتعكس الحقاية. اللي ضرب الجزاء بتقول. وفي الاخر بتتكلم على المظلومية. مظلومية هي يا جماعة. ده مظلوم ونص. ده زماج ده يعني اللي بيستحمله ده ما باستحملهش جبال. يعني الموضوع رايح لسكة الستاند اوب كوميدي شو. يعني موضوع ما فيش اي فيه قرارات ولا كلام في التحكيم. ولو بنتكلم على مين بيلوي الحقائق ومين بيغير الواقع لأكاذيب. محمد الحنفي اللي بيدرب بيه المثل في النواة كان متأنف الفار ضد الزمالك. هو هو نفس الحكم اللي في لحظات حسمة في المسابقة زي الدوري الموسم اللي فات. لما طلع في مبارات بيراميدز. آآ في مبارات سموحة. يشوف راكل الجزاء على طريق حامد. كان هو نفس الحكم اللي المخرج جاب على الهواء اللقط عشان يقول يا جماعة. في لقطات هو اللي ما كانش بيسمع. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. هو ده التحكيم اللي ما كانش بيروح ويشوف الفار. الموسم اللي فات كنا بنشوف الفار في عجازة في كل لقطات النادي الاهلي وفي كل ما شاهد النادي الاهلي على الجانب الاخر العكس. لا الاهم من فكرة التحكيم اللي احنا تناولناها بشكل مهم جدا. هو بيقول فكرة الأستاذ عمر الدرديري بيقول فكرة المظلومية والنادي الزمالك بيتعرض. يعني لو جبل كان ممكن يشتكي من فكرة الظلم اللي بتعرض ليه نادي الزمالك. طب ما تيجي نسمع اصلا في لحظة كده. الاستاذ عمر الدرديري ونظرية المظلومية دي كان رأيه فيها ايه? نشوف الفيديو. خلنا بس احنا مش عايزين نتكلم ونقول عملنا ايه? في حاجات مش عايزين نعلن عنها. في كلام مش عايزين احنا نعلن عنها. اعلنوا يا فاند. اعلنوا يا فاند بشان الناس رزي اللي ترتاح بعد اذنك. لا احنا في حاجات يعني مش نافع نعلن. اخدها. والناس بتقعد تقول ان الزمالك ما اخدش احنا بنكون واخدين حقينا في حاجات واحنا مش عايزين نتكلم فيها. تمام. لا في حاجات احنا مش عايزين نتكلم فيها لان بتجيب لنا حقوق اكتر وبتجيب لنا حاجات اكتر. وبنعيش في دور ان احنا اتظلمنا فيها لكن احنا بنكون مش مظلومين. في حاجات كتير. بس مش عايزين نعلن عنها. تمام. لكن لكن تأكد ان الناد الزمالك والله العظيم قوي وبياخد حقه. اتمنى. اتمنى. ان الناد الزمالك والله. احنا مش بنزيب حق زمالك. اتمنى. احنا وجودنا والله العظيم عمرنا ما هنتهوم في حق الزمالك. استاذ عمر نشكركم لحسن تعاونكم معنا. في الملك. شكرا جدا استاذ عمر. حضرتك بنفسك. جيت قلت ان انت بنصدر للرأي العام ان احنا مظلومين عشان الزمالك ياخد ايه? حقه? لا. عشان ياخد اكتر من حقه. ليه? لان الزمالك من وجهة نظر استاذ عمر الدرديري واخد حقه. ولما استاذ عمر الدرديري يقولك الزمالك واخد حقه. يبقى تعرف ان الزمالك واخد اكتر من حقه. اعتقد نظرية المظلومية صوت وصورة بيطبقها بنجاح الاستاذ عمر الدرديري. لكن اللعبة بقت مكشوفة. نروح بقى للتويتات والمشاركات حضراتكم على هاشتاج.